سنتساءل عن أسباب الانتشار الكبير لمتحور أوميكرون بين الأطفال هل من تشابه بين أعراض المتحور مع أعراض الأنفلونزا الموسمية محاولة للإجابة على هذه الأسئلة في روبرتاجي التالي لجهان الدبلالي وهشام السني بعدما لاحظت أعراض أوميكرون على صغيرها توجهت هذه الأم فورا لاستشارة الطبيبة المعالجة والتأكد من عدم إصابة الطفل بعدو كورونا خصوصا أن أعراض هذا المتحور الجديد تتشابه أعراض الإنفلونزا الموسمية في الأول ما يبينش دكشي لكن من بعد يبقى يتزاد كتولي صخانة كتولي لا يصرف دقتنفوس كيوليه كثيرا في المراحل اللي خيبين لما الإنسان يحس بولده هكا يا مرض يبشي عن طبيب حرقتي لغاس بزاف العيني انتي يحمروا التهاب في الحلق اللي يقدمشي التهاب بسيط للاختناق على المستوى القرجوطة أو لا لغانجيت لهذا خصنا ولا بودة زيارة الطبيب إلى وقعت حالة من هذه الحالات هذه ما نتعطلوش بزاف باش ما يكونش مشكل من بعد استشارة الطبيب هي أول خطوة للوقاية من عدوى الفيروسات خصوصا أن هذا المتحور هو الأكثر انتشارا في صفوف الأطفال فعلا دراري كيمكنهم يتقصوا بأميكرو واش بحالهم بحال الكبار؟ فعلا بحالهم بحال الكبار اللي لاحظنا كان الصدع للرأس وكان الحالات اللي ما فيهمش الحمى يعني الحرارة مش ضرورية باش تكون فاش كيكون أميكرو وكان العلامات اللي كتجيب بالتقي وبالألم في البطن وبعد مرة الإسهال احترام الجدول الوطني لتلقيح الأطفال بغية تقوية المناعة وتهوية الأماكن المغلقة لصد انتشار الفيروس واحترام التدابير الاحترازية الصارمة قواعد ستحمي لا محال الصغار من عدوى كوفيد-19